محمد توفيق علاوي مرفوض بأمر الشعب بعد الأنباء التي تحدثت عن ترشيحه لمنصب رئيس الوزراء على إثر توافق بين تحالفي الفتح بزعامة العامري وسائرون بزعامة مقتدى الصدر على تسمية علاوي رئيسا للحكومة القادمة توافق أتى بعد توجيه برهم صالح رسالة إلى الكتل السياسية يمهلهم فيها حتى يوم السبت لتقديم مرشح غير جدلي لرئاسة الوزراء وبخلافه يرشح هو بنفسه من يجده الأكثر مقبولية شعبيا وبرلمانيا المتظاهرون سبق وأن رفضوا سلسلة من مرشحي الأحزاب بدأت بترشيح محمد الشيع السوداني وليس انتهاء بأسعد العيداني محافظ البصر الحالي لكن بالنسبة للكتل السياسية فإن الوضع الفوضوي الراهن يصب في مصلحة الأحزاب الفاسدة التي تسعى للإبقاء على عاد العبد المهدي في منصبه أطول فترة ممكنة لأهداف سياسية وغير سياسية بحسب نواب في تحالف القوى فالأطراف التي تنادي ببقاء عبد المهدي في منصبه هي المستفيدة من وضع البلاد الحالي للاحتفاظ بنفوذها وإحكام قبضتها على السلطة التي تتضاءل يوما بعد آخر بسبب أعمال القمع والانتهاكات الوحشية ضد ثوار تشرين السلمين ويبدو أن الكتلة السياسية ما زالت منفصلة عن الشعب ومطالبه المرفوعة في ساحات الاعتصام فمطلبهم الرئيس واضح لا يشوبه الغموض ألا وهو إسقاط العملية السياسية ومخرجاتها ومحاكمة قتلة المتظاهرين مطالب غير قابلة للتفاوض بالنسبة للمتظاهرين